قانون شارل شارلز لو قانون شارل شارلز لو يعتبر قانون شارل واحداً من أهم القوانين العلمية المتعلقة بالغازات حيث استطاع هذا القانون أن يصف العلاقة ما بين حجم الغاز ودرجة الحرارة ولمعرفة نوع هذه العلاقة علينا أولاً القيام بالتجربة التالية فلو قمنا بوضع غاز في أسطوانة ذات مكبس يشغل حجم 25 لتراً منها وذلك تحت ضغط واحد أتم وفي درجة حرارة 150 كيلفن بعد ذلك قمنا بتسخين الأسطوانة إلى درجة حرارة 300 كيلفن مع ثبات قيمة الضغط عندها نلاحظ زيادة الطاقة الحركية لجسيمات الغاز فتدفع الجسيمات المكبس إلى أعلى لتزيد من الحجم الموجود فيه الغاز إلى الضعف وبملاحظة العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة في الحالتين نجد أن الحجم على درجة الحرارة يظل رقماً ثابتاً وهذا يعني وجود علاقة طردية بين كل من الحرارة وحجم الغاز حيث يزيد الحجم بزيادة درجة الحرارة وهو ما ينص عليه قانون شارل بأن حجم أي مقدار محدد من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارته المطلقة عند ثبوت الضغط ويمكن تمثيل القانون من خلال العلاقة الرياضية التالية حاء واحد على تاء واحد يساوي حاء اثنين على تاء اثنين حيث تمثل حاء الحجم وتمثل تاء درجة الحرارة المطلقة بالكيلفن والتي تساوي درجة الحرارة المئوية زائد مئتين وثلاثة وسبعين